في تصعيد اللافت وتحركات تكشف عن تصاعد التوترات كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمليكية عن تأهب إيراني لاحتمالات الرد على أي هجوم إسرائيلي محتمل مع توجيهات مباشرة من المرشد الإيراني علي خامنئي للحرس الثوري بوضع خطة عسكرية متعددة لمواجهة الضربات الإسرائيلية التقرير استند إلى تصريحات مسؤولين إيرانيين أكدوا فيها أن النطاق أي رد من تهران سيعتمد بقدر كبير على طبيعة ضربة الإسرائيلية خاصة إذا استهدفت البنية التحتية للطاقة أو المنشآت النووية الإيرانية أو إذا تضمنت اختيالات لكبار المسؤولين وأضاف المسؤولون للصحيفة أن الردود المطروحة على طاولة القيادة الإيرانية تشمل إطلاق ما يصل إلى ألف صاروخ باليستين بالإضافة إلى تصعيد الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة الموالية لإيران في الشرق الأوسط وصونا إلى تعطيل تدفق إمدادات الطاقة والشحن عبر الخليج ومضيق هرموز الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان توعد إسرائيل برد شديد وحاسم فيما أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن طهران لن تتردد في توقيه رد مدمر حال استهداف منشآتها النووية من جانبها أوردت هيئة البث الإسرائيلية أن الخطط العسكرية لضرب إيران حصلت على موافقة رئيس الأركان هيرتسلي هاليفي ووزير الدفاعي واف جالانت مؤكدة أن موعد الهجوم سيتوقف على عدة اعتبارات منها إمكانية شن إيران هجمات انتقامية سريعة في ظل هذه الأقواء المشحونة يبدو أن المنطقة على حافة بركان قد ينفجر في أي لحظة مع احتمالات اندلاع مواجهة إقليمية واسعة النطاق في حال تحركت إسرائيل أو ردت إيران على نطاق واسعة